الجميل في الموضوع والتنوع الكبير اللي عنده هتلاقيه بيسجل هدف عالمي زي اللي قدامك ده مثلا ولو استلم الجامعة العكسية هيقدر يحيله بشكل فردي ويسجل هدف برضه في نفس الوقت هتلاقي نفس اللاعب عنده قدرة هيلة في التغطية وبيينكز هدف مؤكد لفريقه زي اللي قدامك ده الحقيقة المغرب تمتلك مواهب على مستقب فني عالي جدا ولعب عنده مستقب الكبير وحلقتنا النهاردة عن واحد من الابرز لعب خط الوسط لعب يمتلك امكانيات وتأسيس اوروبي وبيلعب في احد اكبر انديت العالم كلامنا النهاردة عن اللعب المغرب المميز صلاح الدين اولاد ودي واحدة من الحلقات اللي عنا رجع لها في المستقبل وانو اواصل من ده بنسبة 100% فواحد اللي اصلا لعنبه وعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلق المعروف ليداميع ان معظم المواهب المغربية بتطلع من هولندا وانها اكتر دولة بتصعد لعبه مغربه بجنسيات مختلفة او مختربين يعني ومن دمن المواهب دي هو لعبنا النهاردة صلاح الدين اولاد اللي عنده 21 سنة صلاح لعب خط وسط سواء تمانية او عسرة وبعد الاحيان ممكن يلعب جناح مثلا لانه لعب يمتلك امكانيات فردية عالية جدا ويمتلك تسويقية 400000 يورو وزي ما قلتلك بيلعب في شباب ارسنال الانجليزي او بيلعب مع فري الريديف صلاح اولد في ولندا ومن هنا بدأ رحلته مع كرة القدم في نادي فاينورد اتأسس انك ولعب في جميع الاعمار السنية تقريبا وكان بيقدم مستوى هاي وكان واضح للجميع انه لعب عنده مستوى بكبير ومن هنا انضم المتخب الولندي للشباب سواء تحت 17 او تحت 19 سنة وفي موسم 2021 كشف ارسنال تبعوا اللعب بشكل جاي واعجبوا بامكانياته جدا وفعلا تم التعاقد معه وقتها بعد ما انضم للفريق ما كانتش بداية جيدة اخذ وقته علشان الاجواء كانت مختلفة انت بتلعب في اقوى دور قطاعات في العالم الاجواء مختلفة والرتم مختلف وارسنال يمتلك قطاع نشرين كوي جدا وكان صعب ان ياخد عدد ده كبير في موسم 2021-22 بدأ يدخل مع فريق تحت 18 سنة وهنا قدر يثبت نفسه واصبح لعب اساسي والموسم ده لعب 21 مباراة ساجل 6 اهداف وسنة 4 والحقيقة انها كانت بداية ممتازة وبما انه لعب خط وسط في ده ارقام يعني هيلة تحديدا بالمقارنة مع دقائل اللعب اللي كان بياخدها وقدم فعلا موسم هيل جدا ولكن للأسف الموسم اللي بعده قتله الصابة كوية بعدته عن الملعب لمدة موسم كانت وكان من الصعب يرجع والشارك تاني مع الفريق هيحتاج وقت كبير علشان كده يقرر اللعب والنادي انه يرجع مرة تانية للدور الولندي ولكن المرة دي لدور الدرجة التانية مع نادي دين بوكس وده احد الانديها المتوسطة هناك المهم بدأ يشارك مع الفريق وقدم مستوى هيل وكان واضح انه عنده هدف انه يرجع مرة تانية للأرسنل لعب الموسم ده 20 مباراة بما يعادل دقائل لعبة 13 مباراة فعالية سجل 3 اهداف وصنع هدف وحيد والجميل هنا انه فعلا كان بيقدم مستوى عالي جدا وكانت اهدافه دائما مؤسرة ورغم على الدقائل الوليل ولكنه كان لعب ممتاز وفارق جدا مع الفريف وكل دي يعب يشارك فيها بعد الموسم ده المنتخب الولندي كان عاوز اللعب يكون موجود مع منتخب الشباب ولكنه فضل تمسيل منتخب المغربي والحقيقة هو اضافة عظيمة لكاتبة الرجراكي ومن هنا ومع ابتاة الموسم الحالي بيرجع مرة تانية للأرسنل ويشارك في معسكر الاعداب مع ارتيتا ويقدم مستوى فعلا هاي وهو حاليا بيشارك مع فريف تحت 21 سنة وبيتضرب مع الفريف الاول وانا متوقع انه شارك مع الفريف الاول في الموسم الحالي لان الصلاح واحد من لعب خط الوسط اللي تحب الكرة جيلها لعب عارف معنا القرار والتوقيت والاهم جودة التنفيذ اللي عنده يمتلك امكانيات فردية قوية جدا سوف استكشاف الملعب ورؤية كبيرة اللي عنده فعمل التمريرات الكسرة للخطوط هو لعب عنده دك باس فعلا عالية جدا وقدر يتحكم في الرتم عنده امكانيات فردية هايلة يعني ممكن يعد من واحد والتاني ويفتح لنفسه زي التمرير ويحط الكرة زي ما انت شايف كده يقدر يعمل التكملة داخل الصندوق بشكل هيل ويسجل هدف كمان لعب لو استلم على احد الجناحين هتلاقي عنده فلول فردية هايلة يعني مش مجرد لعب خط وسط او بيستلم من عمك الملعب فقط لا لو استلم من على احد الجناحين هتلاقي عنده حل فردي بيستلم ويعدل الكرة ويسجل هدف حتى لو قدامه لعب واتنين كمان وده اندل على الشيء يدل ان اللعب ممكن في احيان كتير اثناء المباراة ياخد ادوار مختلفة ويكمل كجناح عادي كدا لانه جناح يمتلك امكانيات فعلا هيلة والجميل هنا ان نفس اللعب اللي بيسجل الهدف العالمي لقدامك ده هو هو نفس اللعب اللي عنده رؤية في التغطية وصرعة كبيرة في القرار وده اللي خلاه ينقذ هدف مؤكد لفريقه المعاقف اللي قدامك ده الخلاصة كده صلاح لعب مميز واعتكر انه يكون معجود الموسم ده مع ارتيتا خصوصا انه بيتمر مع الفريق الاول وعمل فترة اعداد جيدة جدا مع الفريق واعتكر الشخص برضو انه يكون اضافة عظيمة جدا لو انضمن المنتخب المغربي لعب صغار في السن امكانياته مختلفة عن اي لعب المنتخب المغربي بخط الوسط بيلعب في ناتك بير زي ارسنال واحتمال كبير يكون معجود مع الفريق الاول لفترة القادمة يعني اضافة عظيمة جدا لكتيبة الركراكي مع المنتخب المغربي فاتعقع يعني لو انضم هيقد المستوى هيل وبس يا سيدي والحد هنا انا خلصت كلامي واتكينت عن واحد من افضل لعبها اللي انا متوقع لها مستقبل كبير الفترة اللي جاية واللي هيكون لعب هيل وبيقدم مستوى هيل مع المنتخب المغربي اذا انضم بإذن الله اتمنى بقى تقولي رائل في الكومنتات تحت عجب تشوف ان اللعب دي لو تصعد للفريق اول في ارسنال هيقدر يقدم اضافة ولا لأ وقول لي برضو هل لو انضم المنتخب المغربي الاول هيكون لعب مختلف في خط الوسط ويقدر ينفس المرابط وهناحي ولا انت شايف ايه واخيرا اتمنى بلما تفل الحلقة يا ريت توحي لله لا اله الا الله وتسالع على سيدنا محمد عليها اوضر الصلاة والسلام واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس واقع تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها اسست بالنزل حاجات هناك مش موجودة على ريتيوب فخص تعمل لايك وفولو علشان تتابع كل جديد سلام